موسيقى ايه؟ مالكة اللي انا كده؟ هو انت مش قلت رايحين نقابل يا رجل الكبير؟ مزبوط طب ايه؟ هو مكتبه في القريف ولا ايه؟ ده احنا بقى لنا اكتر من ساعة لربع في الطريق لا خلاص قربنا وده مكتب هي اللي في القريف ده؟ لا اصلاحنا غير من الخطة غيرت والخطة؟ غيرتها ازاي بابا؟ حسيت بعيوم كده مش مريحاني قلت لتقابل في مكان بعيد في الدفا دفا؟ ودفن الفرن ده بقى ان شاء الله؟ ده يا ستي مكان خصوصي قوي هيعجبك مش هل نتكلم فيه براحة راحتنا؟ مهتشبه مهتشبه ما اقول الكلام ده؟ ولا ده مجرد تخمين منك؟ هوا انت ليه مش راضي تصدق؟ هوا مش معقول بابا امبراطور البيزنس اللي الكبير والصغار بيعمل له حساب يعرف واحدة رقاصة؟ ليلا مش اي رقاصة يا ماجي ده بيت شغلتها تلعب بالرجالة بيتة قادرة قدرجية يعني يا موقعت فتاح اللي خلتهم لعبتها وكله يتمنى رضاها ويكوع ويدفع وبابا بالنسبة لها صيدة سمينة قوي لا يا سابت احنا مش قادر اصدق ان بابا يبقى صيدة ده مين ده اللي اعرف يستقدر؟ بتيالك ابوك ما عندوش خبرة في مسائل النسوان دي يعني واحدة زي ليلة دي ممكن تلفه وتحطه في جبهة وتركب فوق دماغنا لا يا سابت ما تحاولش التقنع بابا يا ابني مستهل أبدا في البيزنس اقول لك اهو لكن في امور النسوان دي اللي زي ممكن يوقع ومحدش تسمى عليه ابوك يا ماجد قضى عمره كله مبصش برا البيت الست الوحيدة اللي عرفها كانت ماما الله يرحمه الله يرحمه لكن ماما بقى تيجي ايه جنب واحدة رقاصة زي ليلة ممكن تشد اي راجل وتجرجر وراها زي الرط طب لو افترضنا ان كلامك صح ايه الحل تلوقتي؟ طم الحل موجود موسيقى دي يا حبيبتي السيغة بتاعت امك ده حقك بعيد عن اي مراس لانها وصيد امك كانت نوية تديها لك يوم الصباحية يا الله يرحمها بس انت عارفها اما دخلت المستشفى وحصلت لخبطة مش وقته يا بابا لا وقته خصوصا بعد اللخبطة اللي بيعملها اخواتك بص يا حبيبتي المصحف ده امي يا الله يرحمها سبيته الفردوس انا هحتفظ بيه عشان من ريحة الاتنين وفيه حاجة تانية بقى لازم اقولها لك عشان انت الوحيدة بين اخواتك اللي محبش تفهم حاجة غلط عني لكن هم مش مهمة دولو عمرهم ما يعرفوش ابوه لا يا بابا ما تقولش كده فاكر اني باخون امك الدوشة اللي حصلت من شوية في الجنينة دي سببها النسابة اخوكي فاكر اني على علاقة بالست دي لكن اقسملك لا يا بابا ما تحلفش اللي بيني وبين الست دي موضوع انا مؤتمن فيه على اسرار تخص اعراض ناس والاسرار دي مش هقولها ابدا دلوقتي بقى فاضل حاجة مهمة جدا حاجة ايه؟ لازم مديحة تبقى معنا ما اعتقدش ان مديحة تقف ضد بابا ما انت عرفها بتحبه اوه وبتحبه اوه مكتر يا لما تعرف ان بابا كان بيخونه وهي عايشة اكيد هتقلب عليه مالك بتتناهد ليه؟ يا ابني صدقني اللي بقولولك ده هو الصح خلاص يبقى ديني فرصة تكلم مع سمير وهتحكي لسامير اللي انا قلته لك؟ ما هو لازم يعرف مين هنقصر على مديحة ثم خلاص السامير بقى واحد مننا مش مهمة اوه من الكل اللي يهمني ان مديحة تبقى معنا ثابته انا ممكن اسألك حاجة اسأل؟ انت متغاز من بابا عشان خطر اسمها ليلة دي ثابتك عشانه؟ لا عشان خطر حوانه انا كنت مستنى منك السؤال ده ماجد لكن انا هريحك انا عمر مبابا فقدام واحدة ست مهما كانت انا كل اللي ههمني هو اللي هضيه علينا وكمان زعلان قوي ان ابونا للأسف نعملش خاطر لماما اللي وقفت جنبه طول عمرها وكان بيستغفلها عشان واحدة متسواش وبيصرف عليها فلوسنا عايزني بعد كل ده اسكت على المسخرة دي ثابت اخوكي مبدايق من موضوع ليلة ده عشان جاي على رجولته لانه قاعد يلف وراها ولما مدتوش ريق حلو اتدايق انها ثابته فتنة وربنا نجيه منها يبقى عايز اي ستة يشوفها ومع ذلك الستات ملهاش اي ايمة عنده والله يا بابا انا مش مصدق ان ثابت يعمل كده وانا بقولك فتنة يا بنتي يفضل وراعي ستة لحد ما يطولها لكن عمره ميتهنى بواحدة ابدا ربنا يهديه دي دعوتي ليك وكلكو يا بنتي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر هو احنا فين هنا يا دكتور؟ دي المنصورية مش بعيد قوي تعتبر امتداد للقاهرة يعني اه المنصورية بس و احنا جايين كده شفت ترعة صغيرة هيسمعي ترعة دي ما تشغليش بالك يا مادام يلا الناس مستنيين انا اتفضلي اوكي رحمة هاني اهلا مزال دكتور رشاد اهلا باشا زيك تفضل 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 زي حمدت تفضل باشا يا رب ما يكونش المشوار تعبكم يعني شوية ايه اللي بتقوله دا يا باشا ده انت تؤمر واحنا ننفذ مش كده ولا ايه مادام رحمة الواضح كده يا دكتور رشاد ان رحمة هاني زي ما تكونها الانة لو تقدر تقول يعني انها مش مستريحة هي بس علشان اول مرة تشرفنا باشا بكرة تاخده على بعد قوي يا ريت يا ريت يا دكتور رشاد السجارة يا هاني ما بدخنش والله برافو عليك انا عايز اجيب معاك من الاخر يا ريت انت تحت يد الكنز ولو معرفناش نستفيد من الكنز دوت نبقى غلطانين كنز كنز اي ده مستشفى الطيب المستشفى اللي بيتردد عليها عدد كبير او من المرضى الغلابة حوالي 250 مريض في كل التخصصات يومية طب والمرضى الغلابة دول هناخد منهم ايه دول حتى محلتهمش ثمن التذكر لا اسمحيلي بقى يا رحمة هاني المرضى الغلابة اللي انت بتقولي عليهم دول حلتهم كتير كتير قوي وهقولك اولا الادوية اللي بتوردها لكم مزارة الصحة ديت مدعومة مخصوص علشان المرضى الغلابة دولي صدقيني الادوية ديت يسروا الحقيقية وانا بقى هاعرف يدلكم ازاي تكلوا الشاهد من وراء الادوية دية ثانيا الاسود الاسود وده يطلع ايه؟ انا افهمك يا رحمة هاني الاسود ده هي الادوية اللي فاضل على صلاحيتها اسبوعين او ثلاثة سبيع او خلصت صلاحيتها خالص الادوية اللي بتوردها لكم مزارة الصحة ديت ممكن ان احنا ناخدها وانبيعها باقل من ثمنها يعني بخص معاشرة عشرين في المية ساعتها بقى الادوية دي هتتباع هوى ونجيب مكان الادوية دي ادوية منتهية الصلاحية وهنشتريها الخيص بعاشرة في المية من سعرها الاصلي عارفة بالحزبة البسيطة دي رحمة هانم هيطلع لنا كام في الادوية دي من المستشفى بتاعتكم؟ على الاقل في السنة اتنين مليون جنيه يا نهاري سويت ادوية منتهية الصلاحية دي تموت الناس اصلا فيه ست شهور كاملة بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها ما بيكونش فيه ليها اي اعراض او تأثير صدقيني ولو مش مصدقاني تقداري تسأل دكتور رشاد ولا هي رأيك يا دكتور طبعا اي بس كود الحكاية ان فعاليتها بتقل مش اكتر من كده ولا وهتدخلين اتنين مليون في السنة يبقى انت نصيبك منهم متين وخمسين قبل يبقى لازم تفكر ده غير باند الادوية اللي موجودة على جدوى المخدرات ودي ممكن تجيب لنا من حصص المستشفى بتاعتكم حوالي اتنين مليون جنيه كمان ياه يعني يبقى عندك من باند الادوية بقى